موسيقى الرئيس السيسي يهنئ ايمانويل ماكرون هاتفيا بفوزه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية اصابة عشرات الفلسطينيين من المرابطين بالمسجد الاخصى المبارك خلال اتحام المستوطنين له وسط حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي الكريملين ينفي مزاعم تجدد القتال في مجمع ازوفستال ويؤكد ان الدعم الغربية لاوكرانيا لن يثني موسكو عن مواصلة عملياتها موسيقى بانو راما الثامنة مساء من النيل للاخبار في القاهرة طبط مطابط اوقاتكم اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي توجه بالتهنئة للرئيس الفرنسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الاخيرة واكد الرئيس السيسي ان مصر تولي اهمية خاصة نحو تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع فرنسا على مختلف الاصعيدة فضلا عن تعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك شهد المسجد الاقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال الاسرائيلي نتجت عنها عشرات الاصابات في صفوف المرابطين داخل المسجد يأتي ذلك في الوقت الذي ادانت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية قرر الرئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بنت بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الاقصى المبارك واعتبرته تحديا لجميع الدعوات والجهود التي اطلقت لتمديد فترة التهدئة يبدو ان انتهاء الاستفزازات الاسرائيلية بالمسجد الاقصى بات ضربا من الخيال خاصة مع الدعوات التي اطلقتها جماعات اسرائيلية متطرفة لاقتحام الحرم القدسي اليوم الخميس بالتزامن مع ذكرى النكبة الفصائل الفلسطينية حذرت الاحتلال الاسرائيلي من السماح للمستوطنين باقتحام الحرم القدسي الشريف ورفع العلم الاسرائيلي في باحاته مؤكدة ان هذا التصرف يعد لعبا بالنار محملة الحكومة الاسرائيلية المسئولية كاملة عن التداعيات ومشيرة في الوقت نفسه الى ان هذا الامر لا يمكن السكوت عليه من جهته حذر البرلمان العربي من ان انصيع سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمجتمع الدولي لدعوات الجماعات اليهودية المتطرفة سوف يضر بالامن والسلم الدوليين والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط والعالم الامم المتحدة جددت دعوتها الى الحفاظ على الوضع الراهن للاماكن المقدسة في القدس وحثت على عدم القيام بما وصفته افعالا استفزازية ولفتت الى ان المنصق الاممي الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط تور وينسلند باق على اتصال بكل الاطراف المعنية في هذا الصدد في المقابل اعلنت الشرطة الاسرائيلية عن استعداداتها لتأمين سلامة من وصفتهم بالزوار اليهود الذين سيقتحمون ساحات الاقصى حيث نشرت الالاف من رجالها في جميع انحاء القدس الشرقية المحتلة كانت السلطات الاسرائيلية سمحت باستئناف ما يتصفه بالزيارات لغير المسلمين للمسجد الاقصى بعد ان منعتها لمدة اسبوعين للسيطرة على الاوضاع الامنية خلال شهر رمضان مزيد من المتابعة والتعليق حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور محمد صادق اسماعي المدير المركز العربي للدراسات السياسية مساء الخير دكتور مساء الخير اهلا بحضرتك والسادة المشاهدين اهلا بحضرتك يعني في تأدير حضرتك ما هي الدلالات الخاصة بالممارسات الاسرائيلية الخاصة بالاقصى المبارك والدلالات الخاصة بالتوقيت وكيف يمكن التصدي لتلك الممارسات اقليميا ودوليا يعني طبعا بعد التحية طبعا ممارسات مرفوضة شكرا ومؤمن فيما يتعلق طبعا بممارسات الخاصة باسرائيل اتجاه المسجد الاقصى حضرتك ما تعلم ان تم تدشين ما يطلق عليه بصير مكاني والزماني من قبل طبعا الحكومة الاسرائيلية تحت ضغط جماعات المتطرفة وجماعات الضغط الاسرائيلية لكن من الناحية العملية والناحية الوقعية طبعا هذه التصرفات لا طريق يعني عندما نتحدث عن احترام الاديان يجب احترام الاديان المسجد الاقصى هو مسجد خاص بالمسلمين وبالتالي لا يجوز طبعا احداث مثل هذه الاعتداءات سواء في شهر رمضان المعظم او خلال اجازة طبعا عيد الفضل انا اعتقد طبعا نرد جزء تاني على سؤال معاليد فيما يتعلق به ضرورة التصدي لمسجل هذه الامور اعتقد انه لابد من البناء على خارج الاسوار العربية كما يقال البناء على الاصدخاء والتحالفات خارج الاسوار العربية بمعنى اننا ككتلة عربية وكتلة اسلامية من الممكن الضغط على اسرائيل من خلال طبعا منظمات خارج الحدود العربية مثل الامر المتحدة او طبعا منظمة المؤتمر الاسلامي اضافة الى المنظمات الاخرى من الممكن ايضا البناء على المبادرات التي طرحت لحل القضية الفلسطينية من خارج المنطقة العربية مثل المبادر الفرنسية لحل الدولتين مثل ايضا بعض المبادرات الروسية وايضا مبادرات اخرى في منطقة اسيا وفي امريكا الاتنية وما الى زي لأننا ممكن البناء على كل هذه المغادرات لكن مسألة أن نعول على الطرف الأمريكي فقط أعتقد أنه طرف غير نزيه وغير طبعا محايد فيما يتعلق بالطرح الإسرائيلي النتيجة لذلك طبعا استخداموا البيتو مرارة وتكرارا طبعا لي خدمة إسرائيل إذن أنا أعتقد نعم دكتور محمد هل ما زلت معي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية على كل حال شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المدخلة أعلن الجيش الوطني اليمني مقتل وإصابة 29 جنديا بنيران الحوثيين منذ بدء سريان الهدنة الأممية مطلع إبريل الماضي في محافظة تعز وأوضح الجيش في بيان اليوم أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 1126 خرقا للهدنة منذ بدء سريانها مما أصفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 جنود وجرح 34 بينهم 11 مدنيا بينهم أطفال ونساء وضف البيان أن الخروقات استخدم فيها مختلف الأسلحة وأن أعمال العنف طالت مواقع الجيش والأحياء والقرى المقتضة بالسكان ومخيمات النزحين على كافة جبهات محافظة تعز أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاثة مقاتلات من طرازي سخوي تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة جزيرة الأفعى وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن قوات أسطول بحر البلطيق أجرت تدريبات لمنظومات صواريخ تيكتيكية في ليننجراد غرب روسيا تواصل روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا مستهدفة العديد من مواقع ومخازن أسلحة الجيش الأوكراني والتي أصفرت عن مقتل ستمائة جندين أوكراني خلال الأربعين والعشرين ساعة الماضية كذلك أصفرت العمليات عن تدمير ستين واحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية ومعدات جوية في مطار كانتوفو في منطقة كيروفوراد بوسط البلاد ومستودعا كبيرا للذخيرة في مدينة ميكولايف الجنوبية على الجنب الآخر أعلن حاكم محافظة بيلوجورد الروسية تعرض بلدات لإطلاق نار من الجانب الأوكراني ما أصفر عن خسائر مادية ببعض المنازل في المنطقة دون وقوع إصابات في الأرواح وتتعرض البلدات الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية دوريا إلى عمليات إطلاق نار من قبل القوات العسكرية الأوكرانية بينما تقوم القوات الروسية بالرد على مصادر النيران تزامنا أعلن الكريملين أن قيام الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي بتزويد الجيش الأوكراني بمعلومات استخباراتية لن يمنع روسيا من تحقيق أدافها العسكرية في أوكرانيا جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته صحف أمريكية بأن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل قادة عسكريين روس أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي ما يزال مستعدا لتأمين إجلاء آمن للمدنيين المحاصرين مع جنود أوكرانيين في مجمع أزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا كان الكريملين قد نفى المزاعم التي ترددت حول اقتحام القوات الروسية للمصنع حيث يتحصن مقاتلون ومدنيون أوكرانيون مؤكدا أن الممرات الإنسانية فتحت اليوم واتهم الكريملين دول الغربي بإذكاء الصراع والحول دون نهاية سريعة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وذلك من خلال تزويد كييف بالأسلحة اعتبارا من الخميس ولمدة ثلاثة أيام أعلنت روسيا فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مجمع أزوفستال صلب بعدما قالت أنها ستوقف إطلاق النار بالمجمع الواقع في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب شرق أوكرانيا ووفقا للمقر التنسيقي روسي للاستجابة الإنسانية سيتم تشغيل هذا الممر لمدة عشر ساعات في كل يوم من الأيام الثلاث تلك خلال هذه الفترة ستوقف القوات الروسية أي أنشطة عسكرية وتسحب الوحدات إلى مسافة بعيدة بشكل آمن وعلى خلفية تيهام كييف موسكو بمهاجمة المنطقة الصناعية التي تتحصن فيها قوات كييف نفى الكريملين أن تكون القوات الروسية تشن هجوما على المجمع آخر معقل للمقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول الاستراتيجية القائد العام أمر علنا بإلجاء الهجوم لا يوجد اعتداء نرى أن هناك حالات تصعيد بسبب تمركز المسلحين في مواقع إطلاق النار لكننا نقمع هذه المحاولات بسرعة كبيرة ومع ذلك كشف عمدة المدينة أن الاتصالات انقطعت مع المقاتلين هناك للأسف فقدنا الاتصال بالجنود ليس هناك اتصال لفهم ما يجري هناك سواء ما إذا كانوا بأمان أم لا نحن نصلي من أجل جنودنا الأبطال ونشكرهم على هذا العمل الفذ الذي تم بذله بالفعل من أجل بلدنا بأكمله لقد صدوا العدو ومنحون المزيد من الوقت للاستعداد وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت نجاح إجلاء مائة مدني كانوا عالقين منذ أسابيع بالمجمع ووفقا لتقرير للاستخبارات البريطانية تتواصل ضربات ساروخية روسية في أنحاء أوكرانيا في إطار سعي موسكو لعرقالة عمليات الإمداد لكييف وجاء في التقرير أن مواصلة السهداف مدن رئيسية مثل أوديسا وخرسون وماريوبول يظهر رغبة روس في السيطرة تماما على البحر الأسود ما سيمكنهم من السيطرة على خطوط المواصلات البحرية الأوكرانية ويؤثر سلبا على اقتصاد البلاد أعلن رئيس الوزراء البولندي جمع أكثر من 6 مليارات يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر للمنحين استضافات العاصمة البولندية وارسو كذلك تعهد رئيس الوزراء البولندي بمواصلة توفير كافة أوجه الدعم لأوكرانيا مشيرا إلى أهمية التوحد في تخفيض الاعتماد على الطاقة الروسية من جانبها أكدت رئيسة وزراء السويد على حتمية تقديم الدعم لأوكرانيا ماديا وعسكريا وكذلك على المستوى الإنساني وخلال المؤتمر أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية رسولة فوندرلاين تقديم مساعدة للنازحين داخل أوكرانيا بقيمة 200 مليون يورو قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيسا شميهال إن بلاده تلقت أكثر من 12 مليار دولار في صورة أسلحة ومساعدات مالية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في بلاده في فبراير الماضي كان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي قد أطلق منصة عالمية للتبرع لأوكرانيا وذلك بهدف مساعدة كييف للتصدي للعملية العسكرية التي تشنها روسيا عليها والعمل على إعادة بناء البناء التحتية للبلاد جاء ذلك خلال كلمة زيلينيسكي أمام مؤتمر المنحين عبر الفيديو كونفرانس والتي أشار خلالها إلى همية انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي بشكل فعلي وليس مجرد وعود أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية استقبال ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وستين ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي ووضحت الوكالة أن نحو خمسة وعشرين ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأربعاء مقابل تسعة عشر ألفا وأربعمائة لاجئ في اليوم السابق أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن القوات الروسية تحاولت التقدم داخل مدينة إيزيوم الأوكرانية من ثلاثة محاور وذلك من خلال غارات مكثفة على مناطق دومباس وشمال ماريوبول وكشف التقارير للبنتاجون عن قيام الجيش الأمريكي بتدريب أكثر من ثلاثة وعشرين ألف جندي أوكراني طلقوا تدريباتهم بشكل خاص على تشغيل أنظمة المدفعية والرادارات وشاركوا في أكثر من اثنتين عشرة مناورة مشتركة دعت فرنسا والهند اليوم لوقف فوري للمعارك والأعمال العدائية في أوكرانيا جاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الفرنسية باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريند رامودي بهدف بحث سبل وقف فوري لأعمال العدائية في أوكرانيا بالوقت الذي أدان فيه بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العملية العسكرية الروسية امتنعت الهند عن إدانة العملية الروسية على أوكرانيا صراحة في ظل اعتمادها بشكل كبير على الاندادات الروسية لها من الأسلحة والطاقة أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن بلاده تهتم بالحفاظ على علاقات جيدة وبناءة مع جميع الدول خاصة المجاورة وأضاف لافروف أن موسكو بمناسبة الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية مع دول أسيا الوسطى تنفذ برنامجا زاخرا من الفعاليات مع هذه الدول وقال أيضا إنه تم الاعتماد في العمل المشترك دائما على روابط الصداقة التاريخية التي توحد الشعوب وتقاليد غانية من الدعم المتبادل والثقة والاحترام أجرت روسيا محاكاة ليلية لعرضها العسكري والسنوي بمناسبة ذكرى انتصار للتحاري السوفيتي السابق على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية وقيمت المحاكاة في الميدان الأحمر بوسط موسكو وشاركت فيها حاملات صواريخ ودبابات هذا من المقرأ أن يلقي الرئيس بلاديمير بوتين كلمة أثناء العرضة الذي سيجري في التاسع من مايو الجاري وسط عزلة غير مسبوقة لروسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكران بدأ اليوم البريطانيون التصويت في انتخابات محلية تمثل اختبارا حقيقيا لحكومة جونسون التي طالتها العديد من الانتقادات عقب فضيحة إقامة حفلات في مقر رئاسة الحكومة أثناء فترات إجراءات العزل للحد من انتشار كورونا يدلي البريطانيون بأصواتهم في انتخابات محلية من المتوقع أن تكشف حجم الضرر الذي ألحقته فضيحة الحفلات خلال إجراءات العزل بحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون المنافسة تجري على ألاف المقاعد في المجالس المحلية في انجلترا وسكوتلندا وويلز مما سيسمح للناخبين بإبداء آرائهم للمرة الأولى بعد أشهرين من الكشف عن الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة أثناء فترات إجراء العزل للحد من انتشار فيروس كورونا والتي عرفت باسم بارتي جيت كما من المتوقع أن تكشف الانتخابات المحلية التي عادة لا تلقي إقبالا كبيرا على التصويت عن مواقف الناخبين تجاه الحزب الحاكم بعد انتقاض طريقة إداراتهم للوباء واعتبار إجراءاتهم غير كافية لمساعدة الأسر التي يخنقها التضخم من جهته شجع رئيس الوزراء الناخبين على التصويت لصالح حزب المحافظين من أجل حماية ميزانية الأسرة البريطانية لأن انخفاض القوى الشرائية يتصدر اهتمامات جميع فئات الناخبين كانت شعبية بوريس جونسون الذي تولى رئاسة الحكومة قبل نحو ثلاثة عوام انهارت بعد فضيحة بارتي جيت التي فرض على إثرها غرامة تعد سابقة في تاريخ رئاسة الوزراء كما أطلقت دعوات إلى استقالته على الجانب الآخر يأمل حزب العمال وهو حزب المعارض الرئيسي في الاستفادة من نقاط ضعف المحافظين واستعادة معاقله السابقة في شمال انجلترا ووسطها هذا ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية في انجلترا خلال ليلة الجمعة ثم في الأيام التالية تباعا عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الياباني فوميو كيشيدا مباحثات ثنائية بمقر الحكومة البريطانية خلال زيارة الأخير إلى المملكة المتحدة نقش جونسون وكيشيدا الحملة العسكرية الروحة من اتفاقا دفاعيا لتعزيز العلاقات بينهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يسمح للقوات اليابانية والبريطانية أن تعمل وتتدرب وتتحرك معا وبالتالي تعزيز التزام المملكة المتحدة في المحيطين ارتفع اجمالي حالات لكل العالم إلى نحو 515 مليون حالة أفادت جامعة جونس هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بلغت أكثر من 6 ملايين و244 ألف حالة تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي فيروس كورونا حيث بلغ إجمالي الإصابات بها نحو 81.6 مليون حالة في حين تجاوزت حصيلة الهندي 43 مليون لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بحوالي 30 مليون ونصف المليون حالة ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر خلال العامين الماضيين بلغ حوالي 14.9 مليون حالة ووضح تقرير للمنظمة أن 84% من الوفيات تتركز في جنوب شرق أسيا وأوروبا والأمريكيتين منوها بأن الدول المتوسطة الدخل تمثل 81% من إجمالية حالات الوفاة وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن إجمالية الوفيات العالمية أعلى بين الرجال عنها بين النساء وأعلى بين كبار السن تسببت سلسلة من الأعصير في أضرار جسيمة وانقطاع واسع للطيار الكهربائي لأجزاء من ولاية أكلهوما وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية كانت إدارة الطوارئ والأمن الداخلي في أكلهوما أفادت في وقت سابق عن وقوع أضرار المباني بما في ذلك الأعمال التجارية في سيمينولا وأن الصليب الأحمر يقوم بإنشاء ملجان للسكان النزحين هناك غضر ثالث أطول فرق رواد الفضاء بقاء في محطة الفضاء الدولية المحطة ليبدأ رحلة العودة إلى الأرض منهي أن بعثة علمية استمرت لستة شهور ورسلت شركة سبيسا إكسا هذا الفريق إلى محطة الفضاء الدولية لصالح إدارة طيران والفضاء الأمريكية وكالة ناسا بعد ستة أشهر من الدأب انتهى فريق مكون من أربع رواد فضاء بعثته العلمية لغادر محطة الفضاء الدولية عائدا إلى الأرض الكابسولة كرو دراجون التابعة لسبيسا إكس عادت على متنها ثلاثة رواد أمريكيين يعملون في ناسا ورائد فضاء ألماني من وكالة الفضاء الأوروبية من محطة الفضاء الدولية لبدء رحلة العودة إلى الأرض وتعد هذه المهمة هي الرابعة التي أطلقتها ناسا إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متن إحدى مركبات سبيسا إكس منذ أن بدأ مشروع الصواريخ الخاص في التحليق برواد فضاء وكالة الفضاء الأمريكية في عام 2020 وبهذه الرحلة تكون شركة سبيسا إكس قد حققت رقما قياسيا جديدا لأسرع رحلة فضاء حتى الآن حيث انطلقت البعثة إلى محطة الفضاء الدولية في أقل من 16 ساعة وهو أقصر وقت طيران منذ أن بدأت سبيسا إكس إرسال رحلات مأهولة في عام 2020 مستمرون مع حضراتكم في هذه البانوراما وفيها بعد أنباء الاقتصاد متطوعون ليبيون حول طاولات في ورشة ترابلوس لترميم مصاحف قديمة أو تلفة لكن بعد أنباء الاقتصاد الداخلية تقوم بتوزيع الهدايا خلال زيارتها للمرضى ودور رعاية المسنين بمناسبة عيد الفطر المبارك الآن نتحول للزميل الأمير داود وهذه الوقفة مع أنباء الاقتصاد أهلا بك أمير صفض أهلا بك أيمان شكرا جزيلا لك وأهلا بكم مشاهدين الكرام في نشاطنا الاقتصادية وأهلا بكم ما نتابع فيها وزير البترول يعلن مشاركة شركة بترول مصرية في إنشاء مجمع لإنتاج البترول كيمويات بنيجريا أكد المهندس طارق الملأ وزير البترولي والثروة المعدنية أن هناك رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاحات في مجال صناعة البترول كيمويات خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن شركة سيدي كريير للبترول كيمويات بدأت في اتخاذ الإجراءات لشراكة مع شركة ترانجاس نيجريا للتعاون في إنشاء مجمع لإنتاج البترول كيمويات بنيجريا وقال الملأ إنه جاري تنفيذ مشروعي إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بمدينة إدكوب البحيرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 و 5000 متر مكعب سنوية اعتمادا على 250 ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة تغذية وبإجمال استثمارات وصلت إلى 284 مليون يورو ومشروع إنتاج المثال الحيوي بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنويا من مولاس بنجر السكر وبإجمالي استثمارات تقدر بـ 112 مليون دولار في تصريحات خاصة لقناة الليل الأخبار أعلن وزير الزراعة أن محصول القمح مبشر هذا العام حيث بلغت مساحة الأرض المزرعة بالقمح 3 ملايين و 650 ألف فدان وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف الحصول على 5 ملايين و 500 ألف طن لتغطية الاحتياجات المحلية انتلاقنا من تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وباعتبار محصول القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن مساحة القمح هذا العام تصل إلى 3.65 مليون فدان الحمد لله الدولة المصرية نتيجة الخطوات الاستباقية اللي خدتها سواء في مشروع الصوامع سواء في زيادة مساحات القمح من خلال مشروعات توسعه الأفقي سواء أيضا وأنا بشكر زملائي في مراكز البحث الزراعية من استنباط أصناف جيدة ويمكن الأصناف اللي موجودة السنة دي معدل انتاجية بزيد احنا يمكن محتلين رقم عالمي في متوسط انتاجية الفدان يعني مش عايزة أقول نحنا بنعتبر من أوائل الدول من أعظم الدول في متوسط انتاجية الفدان بمحصول أمح نتيجة جهدهم في استنباط أصناف جيدة وعالية الانتاجية فأعتقد إن شاء الله أن الموسم السنة دي مبشر موسم بخير كما أكد القصير أن وزارة الزراعة تعمل على قدم وساقة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حقيقي في محافظات سجلت صفر تعديات في الأيام اللي فاتت لكن هناك بعض المحافظات يعني فيها بعض حالات فردية من التعديات دعوة من خلالكم أن الناس ستتوقف المسئولية مسئولية مجتمعية مسئوليتنا ومسئوليتكم مسئولية الإعلام ومسئولية المجتمع المدني ومسئولية الشعب لأن يجب أن نحافظ على ما تبقى من الأرض الزراعية حتى نحافظ على قدرتنا على تحقيق الأمن الغزاء لشعب مصر العظيم ده مسئولية قومية جاء ذلك خلال جولة وزير الزراعة السيد القصير لعدد من الأجهزة التابعة لوزارة الزراعة واستطلاح الأراضي والتي تعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك كان من بينها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية جهود حثيثات تقوم بها وزارة الزراع واستصلاح الأراضي بكافة قطاعاتها وعلى مدار الساعة بدءا من حماية الأراضي الزراعية وتوفير الخدمات اللازمة للمزارعين وصولا إلى توفير احتياجات الشعب المصري من المحاصيل الزراعية المتنوعة بما يحقق الأمن الغذائي المصري أمل صبري أنيل كشف أحدث تقرير طلقته سيدا نيفينجا مع وزيرة تجارة وصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصدرات والواردات خلال الربع الأول من العام الجاري قيام الهيئة باستقبال 26724 رسالة وقالت جامع أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة العمل بالهيئة العامة للرقابة على الصدرات والواردات بما يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد تطوير مختلف فروع الهيئة وميكنة كافة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه جار تنفيذ مشروع إنشاء نفق وكبار شارع 45 شارع محمد أنور السادات بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية وبلغت نسبة الإنجاز 65% ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية قبل إجازة عيد الأطحى المبارك من أجل القضاء على الاختناقات المرورية بمنطقة المنتزة وخاصة في فصل الصيف لاستقبال الزائرين والمصطافين تخلت البرصة الأمريكية اليوم الخميس عن المكاسب الحادة التي جنتها يوم الأربعاء عقب الإعلان عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية حيث خسر مؤشرها الرئيس داو جونز أكثر من ألف نقطة تأثرا باستيعاب السوق لقرار الفائدة وصدور بيانات سلبية عن بعض قطاعات اقتصاد الولايات المتحدة ومنها إعانات البطالة وإنتاجية العامل وترجع المؤشر بنحو 92% فيما هبط مؤشر ستاندرد أندبورز 500 الأوسع لطاقا بنسبة 43% من 100% كما انخفض مؤشر ناس داكي التكنولوجي بنسبة 54% من 100% رفع بنك انجلتره اليوم الفائدة الرئيس بربع نقطة لتصل إلى 1% وسط ارتفاع تضخم في المملكة المتحدة والذي يتسبب بأزمة معيشية وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي يقرر فيها بنك انجلتره رفع الفائدة وقال البنك أن تضخم السنوي البريطاني سيتجاوز 10% هذا العام مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة أكد رئيسه شركة النفط والغاز النمساوية ألفريد تيرين أن أوروبا ليست مستعدة لفرض حضر على إمدادات الغاز من روسيا وأن وقف الإمدادات ستكون له تداعيات كبيرة على الصناعة والاقتصاد كما أكدت وزيرة الزراعة والسياحة النمساوية أن بلادها تعارض فرض حضر من الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي حيث أن النمسا تعتمد بشكل خاص على إمدادات الغاز الروسي وذكرت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات الزراعة وإنتاج الغذاء في حالة حدوث قصور في إمدادات الغاز نتيجة الخلاف الحالي مع روسيا وصل الروبل الروسي تعزيز مكاسبه أمام الدولار واليورو حيث تم تداول الدولار الأمريكي دون مستوى 67 روبل للمرة الأولى منذ مارس 2020 وجرى تداول اليورو بتراجع ملحوظ دون مستوى 70 روبل للمرة الأولى منذ فبراير 2020 وعز الخبراء ذلك لتعزيز مكانة الروبل إلى إجراءات البنك المركزي الروسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ومن أبرزها القيود على التحويل وإلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في برصة موسكو مما أدى إلى زيادة مستمرة في المعروض من العملات الأجنبية بالصوخ المحلية الروسية ختام نشرتنا الاقتصادية وعودة من جديد للزميل أيمن السيد واستكمال البنك متفضل أيمن شكرا جزيلا لك أمير على هذه القراءة الاقتصادية وسنعود إليك لحقا نظمت وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد معك في العيد وذلك من خلال تجهيز كعك العيد وهدايا وتوزيعها على النزلاء لاقت تلك المبادرة استحسن المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركة المسنين والمرضى الاحتفال بعيد الفطر المبارك تلك المبادرة التي تساهم في تعزيز روح المشاركة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على مشاركة فئات المجتمع كافة الاحتفال بالمناسبات ومنها عيد الفطر المبارك فتحت شعار مبادرة كلنا واحد معك في العيد وبرعاية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قامت الوزارة بتجهيز هدايا متنوعة لاتوزعها على المرضى بالمستشفيات بعدد من المحافظات الوزارة وجهت مأموريات إلى عدد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية تم من خلالها توزيع هدايا على المرضى وذويهم وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبير في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم في مراحل علاجهم وهو أمر يسهم في سرعة شفائهم ورفع الروح المعنوية لديهم قد إيه فرقت مع الأطفال أن هم دي حاجة تفرحهم وهم لأنهم في رمضان بيبقى عندهم علاج وحتى في العيد عندهم علاج وبصراحة المبادرة دي بقى لهم أكتر من السنة بييجوا وبصراحة أنا بحس أن الأطفال بيفرحوا كتير قوي بحب أوجه الشكر لوزارة الداخلية على المبادرة جميلة جداً اللي عملتها النهاردة وزعوا كحكي العيد والبسكوت على الأطفال وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية زياراتها للمرضى بالمستشفيات تأكيداً على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزاً لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات أشعور جميل جداً الحمد لله كان له صدق كويس جداً عن الأطفال وعن زويهم والحمد لله كانت زيارة كويسة جداً ولها أثر معنوي حاجة جميلة وحاجة تساعدنا وتفرحنا وتدخل الفرح على الأطفال أنا كنت مبسوط أن الزباق جمعوا صار معا كما وجهت الوزارة مأموريات مماثلة لدرعاية المسنين الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية وحرصها على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومشاركتهم كافة الفعاليات والمناسبات تشكرين أوي لحضراتكم وتشكرين أوي لكم وتشكرين لاستضافتكم لنا هنا في الضرع عندنا وكمان النهاردة الحمد لله يعني سعيدة جداً أن وزارة الداخلية اخترت الفند واخترتنا تشجيعهم لنا وبتسمتهم وهداياهم صراحة الواحد يعني محمل بجمال كثيرة قوي هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وجوه المرضى بالمستشفات من خلال مبادراتها الاجتماعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار شهدت حريقة الأزهر إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك للاستمتاع بأجواء الطبيعة الجذابة والتنزه داخلها توافد أعداد كبيرة من المواطنين على حديقة الأزهر بالقاهرة للاستمتاع بأجواء الطبيعة الجذابة والنباتات والظهور النادرة والتي استقبلت العديد من الأسر المصرية من كفة أنحاء المحافظات لقضاء أجازة العيد بهذا المتنزه هذه جيت الأزهر من منطقتنا وبتاعتنا وإحنا مش أول مرة نجيها بصراحة ما شاء الله زي الفل وإحنا مش أول مرة جينا يعني جيت كتير قبل كده الحمد لله الحديقة جملة جدا جدا وأمن ونظافة واستعداد لأعياد إمكانيات وخدمات طرفهية قامت حديقة الأزهر بتوفيرها لزوارها في زيادة عدد منافذ التذاكر الدخول وتميزها بالنفرات المائية والمطاعم المنتشرة بها والأعمدة الرخامية والإنارة المميسة دعم محافظة القاهرة خدمات مرورية لصلاح سالم اسم درب الأحمر طبعا تفضل مشكورا هو في دعم طول السنة بس بيجي في الأعياد بيدعم معنا بأعداد أكبر بخلاف أن احنا بنزود أعداد الأمن وأعداد النظافة في الأعياد بيوصلوا لستين تقريبا فرد أمن وستين فرد للنظافة بحيث أن الحديقة تفضل برونقها من أول اليوم لأخر اليوم والزائر يقدر يستمتع بوقته ركبت التفطف وروحت تمشي وروحت شفت السمك وروحت وتمشيت شوي وروحت بحيرة السمك وركبت التفطف صراحة مبسطة جدا جدا يعني حديقة الأزهر هي أشهر الحضائق التي أنشئت حديثا في القاهرة وتقع في الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر وتبلغ مساحتها 71 فدانا حالة من البهجة والسعادة بدت على وجوه الزائرين بحديقة الأزهر والتي تعد من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها بقاهرة المعز والتي تتميز بموقع الفريدة وسط الأماكن التاريخية التي تجسد أصالة التاريخ والطابع المصري الفريد من حديقة الأزهر أحمد ممدوح أني الآن مشاهدين الكرام عودة للزميل الأمير داود ولكن مع أنباء الرياضة شكرا جدا متعيبا وأهلا بكم مشاهدين الكرام في نشاطنا الرياضية وأبرز ما نتابع فيها ريال مدريد ينتطب ويهزم منشستر سيتي ليخطف بطاقة العبور لنهائي دور أبطال أوروبا ترجمة نانسي قنقر